بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مواصلين حديثنا حول عمليات الـ Liquid Extraction وتكلمنا في المحاضرة الماضية حول عمليات الـ Simple Mass Balance لدينا مثال بسيط المثال بيوضح الـ Process Scheme والحسابات الـ Solute والـ Graphical Solution المثال بيوضح بأنه لدينا Feed يتكون من AS و BF لدينا Two Components طبعا إجمالي الماس فراكشن لابد أن يكون 100% ولدينا Solvent يتكون من أيضا عدد من الـ Components تحدث عملية الماس ترانسفير فنتحصل على الإكستراكت والرافينيت وطبيعي جدا يكون لدينا Mass Balance إجمالي دائما لا بد أن يستطيع أن يقيم أداؤه بالحساب المال فراكشن لكل مرحلة ولكل استريم عند وضع إذا حاولنا نرسم العلاقة ما بين تركيز السوليوت في الإكستراكت إلى تركيز السوليوت في الرافينيت نتحصل على الـ Operating Line الموضح أمامنا هذا الـ Operating Line بيكون دائما Under الإكوليبريام كيرف ومن هنا نستطيع حساب عدد الـ Stages Number of Stages كما في حالة الـ Distillation لدينا هنا One, Two, Three, Four Extraction Stages نستطيع أن نحسب عدد المراحل بنفس الطريقة التي تعلمها طالب الهندسة الكيميائية في حساب المراحل الـ Distillation بواسطة مكيب ثيلة هذا الشكل بيوضح أيضا نستطيع أن نرسم Number of Stages برسم العلاقة الـ Raffinate Composition مع الـ Extract Composition طبعا نحن نبدأ X equal F ونتجه إلى الداخل عند هذه النقطة We have the Extract Composition بيكون أعلى ما يكون ثم We go down as the concentration of the Raffinate goes down الـ Operating Line مع الـ Equilibrium Cair نستطيع رسم عدد المراحل المختلفة Number of Stages لعملية الفصل ذكرنا في التسجيل السابق بأننا نستطيع أن نمثل الـ Equilateral in the Tinary System التراكيز عند ثلاث if we have A B and C نستطيع أن نمثل هذه التراكيز المختلفة لدينا هنا مثال سريع في المحاضرة القادمة نتطرق إلى كيف نستطيع أن نحدد هذه التراكيز من الشكل اللي